احمدك اللهم على ما اوليت واشكرك على ما اعطيت واصلي واسلم على نبيك الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي كما علمنا في القرآن وانا فما ابواب خير نطرقها علمنا كذلك وانا هناك ابواب شر يجب ان نغلقها وصنف الشرور الى نوعين فما شرور ظاهرة مستشرية بين الناس هذه سارعة الى ذمها وطلب الاستعاذة منها واذكرها كمثال وفما شرور اخرى هي الشرور المتجهة للنفس لافسادها حتى لا تحسن الاختيار يعني فما شرور حسية تتعلق بجوارحنا وفما شرور متعلقة بشعورنا واحساسنا وتكييف فكرنا اذكرنا الشرور هذه في سورتين في اعقاب القرآن وما اخذ سورة في القرآن ترتيبا سورة الأولى نية سورة الفلق اللي قلنا فيها قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر المخلوقات ما مكان وحدد ثلاثة انواع من الشرور من شرور المخلوقات من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اولا قال لنا ربي راه والمخلوقات البعض منها فيه شر موشي اللفعة والعقر بعبكم الله فقط جل ما تجده من مخلوقات ممكن تأتيك الشرور منه والهلك احطات ثم قال لنا فما ثلاثة انواع شرور اجتماعية ردوا بالكم منها وطلبوا الاستعادة منها شر الأول هو شر ما يحصل في الليل وجل اعتداءات تقع في الليل كان يسرقى رو في الليل معظمه كانوا قاتل رو معظمه في الليل كانوا اقتصاب رو معظمه في الليل كان خيانا رو معظمه في الليل كان مجون رو معظمه في الليل مش هل غاسق غاسق هو ما يحصل عند اجتداذ ظلمة الليل اذا وقب يعني اذا ظهر اذا تم ولذلك كان الليل دائما ابدا وقتا محببا للعبادة بش يكون قابل غلبة النفوس على الشر ويرادة التخطيط للشر نقف في الليل كما غيرنا في ظلمة الليل يخطوا للفساد ويخطوا للسرقة والاقتحام بيوت الناس والاستهداف في المؤسسات والبنوك والاعتداء على حياة الناس في مقابل ذلك المؤمن يعتصم بحبل الله تعالى ويجعل من الليل سببا للقرب إلى الله تعالى والاعتداد به غصق ذا وقب شر ثاني شر النفاثات في العقد هذه النفث هو كل اللي يخرج أهوام الفم بدون ريق النفخات هذه والنفث في العقد هذه عادة بعض السحرة اللي كانوا منتشرين في أوقات متعددة ولي كانوا يسحنوا عن طريق العقد يربطوها للناس يوكلوهم يشربوهم يعملونهم رصد يعملونهم وهمهم وجوامد حشيش نعرفها وهذا نوع من أنواع الاعتداء على كيان الناس والسحر هذا كان منتشر في أزمان متعددة وهو موجود في كثير من الأسخار الكون لكن الشرع جاء أمرنا بعدم الانخراط فيه قاروا الساحر يخلد في جهنم وأكبر كبيرة من الكبائر هي السحر هذا من الفعل الذي يكون مردوده على العقيدة هذا من الأفعال اللي يتخرج الإنسان من الإسلام هاللي يسحر الناس مفهمتش علاش أنا في كثير من الأحيان هالسحارة ينصبوا رواحهم على أنهم عندهم مظهر ديني وعندهم لحياة وعندهم درشوها ويقرأوا القرآن وفيهم اللي يدرش يعملوا وفيهم جن يتصروا بيه وجن نظاف وجن المسخين وجن سفليين وجن علويين إلى غير ذلك من الترهات اللي يقوموا بيها واللي يكون فيها تأثير على ضعفاء النفوس وانشغالنا بهذا الأمر ودخولنا في البوت قم تاعه غيره محمود بالنسبة لي باب السحر يتسكر بمجرد أن تستعيذ بالله تعالى من شر السحرة بشر النفاثات في العقد وان الله يتولى أمرك وتدخل في البوتقة هذه وتولي جيب كونتر سحر وهو ما يعملوا الحجيز الخضرة وانت يعمل الحجيز الصفرة وهو يعمل السيسبان وانت يعملوا حليب الماعز الأبيض وحليب الماعز لكحل أبدا أبعد عليه تماما هذا باب لا ينبغي أن نطرقه ينبغي أن ندخل فيه أبدا المؤمن المحتصم بالله تعالى فما سحر فما سحر لما ليه والأهله واللي ينخرط فيه هو اللي يتحشكل وعقبته تكون سوء ويأخذ الشر وحنا نبعد عليه الشر الثالث ومن شر يحاسد إذا حسد هل يحن نسمي وعينه حرشة واللي بسم الله الرحمن الرحيم يطيح الجمل يرميه في القدر ويطيح الإنسان يرميه في القبر عينه بسم الله لأنه يحسد ولأنه ما يؤمنش بتكافؤ الفرص الحاسد هو أن لا يؤمن بتكافؤ الفرص ما يؤمنش بأننا كلنا في خط واحد متع سباق وأنه في إمكاننا ننطلقه كل واحد ما يحصل إلا اللي يجب يعمله وكل واحد يروح فرحان بغلته يحب هو بأقل طاقة وهو بارك كارك يحصل اللي حصلته أنت بتعبك وشقاك وذلك هذو ما تقاهم كل نهار كل وتوتى قاعدين في ترك الديار وترك الحوم هذا حل حنوت يويحه وهذا عمل تجارة يويحه وهذا مشاقراء يويحه وهذه عرص التبراج اليويحة وما أعجبهم حتى شيء ونهار كله هما يلسوا في الناس ويدخلوا في شؤونهم الخاصة وفي حياتهم الخاصة ويقلقوا فيهم ودائما رابدا ها وهذا صبات شو الصبات ليش راه ها شو الكاربة اللي كبت فيها ها ونهار نكونهم يغوثوا عن الناس ويجيبونهم في البلاء الثلاثة أصلاف هما أصلاف الناس العاجزين لأن اللي يسرق الناس وتعد عليهم في الليل وتعد على إمكانياتهم عاجز اللي يحب يسخر الناس الإرادته عاجز اللي يحب يستأثر برزق الناس اللي تعبوا عليه عاجز فالصورة هذه هي صورة الاستعاذة من صور العجز ومن حالات العجز اللي ربي قال لنا استبعدوه لتكونوا إيجابيين وما تكونوا سلبين ربي اجعلني وإياكم من الذين يحميهم الله تعالى من هذه الشرور جميعا ومن الذين يفوجون في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة